للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار كلام وصلنا في حديث رسول الله وفي خطبه وهو يحذرنا من المساس بهوية الإسلام هوية الإسلام تتمثل في أركانه تتمثل في الهيكل الذي أراده الله لنا برنامجا يوميا نعبده به تتمثل في الذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي في المناجاة في الصدقات في فعل الخيرات وفعلوا الخير لعلكم تفلحون البدعة هي أن نقارب هذا الهيكل بالبطلان البدعة هي أن نغير دين الله بما يشبه مسجد الضرار مسجد الضرار مسجد سمي بهذا الاسم مسجد تدليسا من المنافقين تشويشا على المؤمنين ولذلك كان أمر الدين في الخوارج عظيما يقول رسول الله الخوارج كلاب أهل النار بالرغب أنهم يشهدون الشهادتين وأنهم يقيمون الصلاة حتى قال فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم طوبى لمن قتلهم وقتلوه لأنهم يريدون أن ينقلوا صورة معكوسة للإسلام الذي أمر بالرحمة وبدأ بالرحمة وعاش بالرحمة ونبيه نبي الرحمة إنما أن رحمة المهدى أنه ديانة سفاكة للدماء تحتقر المرأة وتقص على الطفولة وتفسد في الأرض إلى آخر هذه الصورة المقيتة التي سببت الإسلاموفوبيا في العالم كل من شارك في بناء هذه الفوبيا أو هذا الخوف هو مبتدع لأنه لم يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول بلغ عني وليس عما يقوم في ذهنه أو هواء ومن هنا كانت العلاقة بين المسلم وغير المسلم وأساسها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس التلاحم وجعل غير المسلمين متلاحمين مع المسلمين في نسيج واحد لنا ما لهم ولهم ما لنا وعاش المسلمون بهذا المعنى حتى كان الليث بن سعد يفتي لنصارى مصر الليث بن سعد مات 183 هجري يعني في القرن الثاني الهجري يفتي بإنشاء الكنائس ويقول الليث وبناء عليه نأخذ الفتوى وكان مكتهدا عظيما يقول كل كنائس مصر حادثة يعني بعد دخول المسلمين فيه لم يكن هناك كنائس موروثة لأن الرومان ضيقوا على المصريين جدا قسطنطين عندما دخل المسيحية انحرف بها وأهل مصر ظلوا متمسكين بديانتهم وعوائدهم فأصبحوا تحت الاضطهاد الرومان حتى إذا ما دخل المسلمون مصر وجدوا أن كبير القبط غير موجود أصلا بالبلاد مختفي من البطش الرومان وكان اسمه بن يامين وبحث عنه عمر بن العاص وأتى به وأجلسه معه في الرئاس وأمنا المسيحيون في مصر هذا هو الذي صدر من المكتهدين العلماء الذين عرفوا الله ورسوله وكتابه وسنة نبيه وهذا الحال الذي يعتبر أنه لا بد علينا من قتال المسيحيين وهو جاري معي ومن العدوان عليهم جعله وكأنه لا يتجزى من ديء هذا مبتدع فالبدعة لها تجليات كثيرة فنريد أن نسمع أكثر وأن نتناقش أكثر حول معنى البدعة وتجلياتها المختلفة في المجالات المختلفة مجال الألعاب ومجال الفهوم ومجال الديانة ومجال التعامل مع الآخرين فهل في حد في البنات عنده سؤال تفضلي هل نحن عادي الله على الحجاب قدام صاحبتي المسيحية يعني نعم في مرحلة معينة كان هناك هجوم سمية بالحروب الصليبية لأنهم جاموا رفاق الصليب والصليب منهم بريء وكان هناك توتر في هذا المجال مجال أن هناك عدوانا وأن هناك احتلالا وأن هناك جيوش جاية جرارة لوقد الحضارة الإسلامية الحروب الصليبية ظلت 200 سنة تخيلي أنه 200 سنة وال200 سنة دول حصل فيهم هذا الأسئلة لكن أصل الديانة ليس فيها هذا ولذلك فيجوز للمرأة المرأة المسلمة مع المرأة غير المسلمة على حد سواء في قضية الحجاب أو عورة المرأة نعم في حد تاني تفضل أنا لو صاحبتي مسيحية وعملة الخطوبة بتاعتها عادي أننا روح الكنيسة وكده طبعا بس أنا كنت أحب أكتر من كده أن أنت تعرفين بيسموا الخطوبة إيه ها ممكن حداك تقول لنا طب طب في حد عارف الخطوبة عند الإخوة المسيحيين اسمها إيه نعم نص إكليل نص إكليل ولا بقى مليون طيب يبقى إذن تبحثوا في الحاجات دي يعني مش محد فقط أن أنت تروحي تهني صاحبتك بالخطوبة بتاعتها وكذا لا يعني تعرفي إيه معنى نص إكليل وإيه معنى بيجمليون وإيه معنى الحاجات دي كلها الألفاظ دي لأنها في بعضها بيبقى مصطلحات وعايزين يبقى لأنه معرفة الآخر تزيب السلوج التي بين الناس هل في حد عنده أتفضلي نمشي واحدة أتفضلي وأنا عادي إن أنا يعني إن أنا أهن أصحاب المسيحيين في عيادهم أيوة يعني طبعا عادي إنما أخذ بالك من السؤال يعني كأن في حد مفهمكم إنه مش عادي وإنك هتخذ سواب لما تبخي الكراهية والله يا أولاد أبدا ده هي الحكاية كلها حب في حب وعندنا في أمثلة في المصريين لما تشبعوا بالإسلام فأعملوا أمثلة قالوا له بتنفخ ليه يا بورس البرس هو ماشي تملي ينفخ وف فقال علشان الناس تكراهمي طب وهو في حد بيحبك بورس في يا أخوان شيوع الحب والتهنئة والمجملات وكذا إلى آخر يعلي من قدرنا مش ينقص ده الكراهية هي اللي بتنقص الكراهية هي اللي هتكر على علاقتنا حتى بأنفسنا بالبطلان في حد عايز يعمل فورتينة يعمل صدام بين ناس هم جيران أصلا ودي لهم جيران مش من مدة بسيطة ده دخلنا في 1500 سنة وإحنا جيران فعايزين المفهوم ده يتعدل إلى أو ندخله من معنى البدعاء ثم نستكمل بسم الله الرحمن الرحيم أيضا مما يسأل عنه في قضية البدع من عدم البدع قضية يثيرها بعضهم حول المقامات لأولياء الله الصالحين ولعلماء الأمة عندنا في مصر مزية هذه المزية تتمثل في وجود أهل البيت الكرام سيدنا الحسين موجود في مصر السيدة زينب موجودة في مصر السيدة سكينة سيدة فاطمة النبوية سيدة حرية في بن سويف وهكذا والله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب يعني النبي ما خدش مننا لا بيض ولا سود لكنه لابد علينا من أن نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المصريون استوعبوا هذا وأحبوا جدا أهل البيت أحبوه مجدا السؤال هو بناء المساجد على المقامات وزيارة المقامات مش بدعة آدي السؤال اللي بيتلعب به كثيرا لأن هذا السؤال لم يكن موجودا قبل متين سنة ما كانش موجود والإمام البيضاوي صاحب التفسير وهو من أهل القرن السابع الهجري يقول وبناء المساجد على أضرحة الأولياء من أقرب القرب يعني من أهم الأعمال الصالح الإشعة اللي طلع إن الناس اللي بتروح تزور سيدنا الحسين والسيدة الزينب ويروحوا تزور وقال البيت لأنهم بيحبوهم تركتوا فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعطرة أهل بيتي أخرجوا الترمزي فإحنا بنطوع ربنا إلا المواد داتا في القربة وبنطوع سيدنا وبنحب آل البيت وبنروح بنزور إني كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فعلا الواحد لما يدخل على سيدنا الحسين عوى الله سكان سيدنا الحسين بجلالة قدره استشهد ومات وانت يبقى الواحد يا سبحان الله ونعد نتذكر الآخرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش بيدع قال لي لا يعني هو فيه في الكتاب والسنة حاجة اسمها المساجل تبنى عن قبور ويعمل لي كده قلتوا وها فيه قال إزاي إزاي وربنا هيؤمر بالشرك شوف 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 قال لا 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 انت خلته خلاص شرك من عند نفسك انت مبتادع هو انت فاكر روحك انك انت فاهم حاجة طيب يلا نقرأ القرآن نجد حاجة غريبة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده في القرآن ولما نروح في فلادلفيا في الأردن مطرح ما دفن فيهم أهل الكهف نلاقي فيه مسجد فوق على صدق الله وكذب المبتادع طيب ده في القرآن بيقول كده ولو كان شرك كان ربنا سبحانه وتعالى أقره وذكرهن يعني لو كان شرك طيب أخرج موسى بن عقبة في السيرة موسى بن عقبة في السيرة طبعت الحمد لله ما كانتش مطبوعة الأول وكانوا يقولوا إنه فين الكلام ده طب هم اطبعت هاي علشان يبقى تحت إيد كل واحد أن أبا بصير أبا بصير ده أسلم وفي صلح الحديبية اتفقوا بين أموا بين النبي إنه لو أسلم حد مننا تجيبهون تردوا علينا إذا أسلم حد ارتد حد من عندك خلاص ما نردهوش أنا من اللي بيت ارتد من عندي مش عايزه وأمري لله في اللي بيسلمه وما أناش عارف أستقبله هو كله ده عايزي يفك كماشة اللي هي تحت اللي في الجنوب دي لأنهم اتفقين مع خيبر لأنهم يعملوا كماشة عليه في المدينة فراح أبو بصير عمل فرقة سعقة تخليص مهم خاصة وبقى في سيف البحر سيف البحر يعني الشاطئ بتاع البحر اللي هو جدة وبقى يقطع على المشركين القوافل بتاعته المشركين زهقوا الله دي خسار بعتوا لسيدنا في المدينة قالوا لله يخليك يا محمد خد الجدع لإسمه أبو بصير ده خلينا ربنا يكفينا شره فالنبي بعت لأبو بصير كتاب بيقول له فيه يا أبو بصير لم الجماعة بتوعك وتعالوني في المدينة فورجت والمشركين خلاص وفقوا على البند اللي احنا متفقين عليه شوف الوفاء بالعهد فلما جاء الكتاب من عند سيدنا كان أبو بصير طالع من معركة ومضروب ضربتين بالرمع وبيموت فنظر إلى الكتاب ووضعه على عينه ففاضت روحه قال موسى بالسند الصحيح المتصل فدفنوه في سيف البحر وبنوا عليه مسجدة عيب عيب لما هؤلاء المبتدعة يرد على علماء الأمة عيب يقول لك طيب ده أنت تروح لسيدنا الحسين تلاقي الناس بتعبده من دون الله يكد الناس بتعبد سيدنا الحسين من دون الله دول بيقولون الفاتح دول بيدعول يبقى ازاي هيعبدوه دول بيقولوا يا رب لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا ولا عيب عيب الكذب انه يفضل يشيع لغاية الناس ما تصدق وكأنه حقائق بيدعى ده أخو ده بيدعى صحيح عايز كده أخد سؤال ولا سؤالين طب تكلم تفضل قدامك هل يجوز ان انا اقرأ كتاب او قصة بتتكلم عن الالحاد او اي ديانة تانية لو انا يعني مش مؤمن بالكلام ده بس بقرأ من باب الاطلاع احنا بنقرأ كل حاجة اللي يتعلق بالالحاد واللي يتعلق بالفساد واللي يتعلق بقلة الديانة وقلة الادب وكل حاجة نقراها احنا نخافش من حاجة الامور لازم تكون واضحة قدامي واذا كان في حاجة فيما قرأت عملت اشكال ولا سؤال نسأل نشوف نروح نبحث عن الحقيقة لكن قضية ان انا اخاف من الخوف وما ارش ده ولا اعمل ده لا القضية ايه القضية انك انت في زمن تحتاج ان تكون عارفا وعالما بحقائق الاشياء فقد يكون هذا الاطلاع اللي انت بتتكلم عليه في غاية الاهمية وقد يكون هذا الاطلاع لذلك الكتاب اللي فيه اراء الحادية او كذا سببا في هداية الكثير ولكن عندما تقرأ هذا اقرأه بعين ناقدة مش بالمتلقي مش هو بيلعب بك انت وبس خلاص لا انا اقرأه افهمه انقده ارد عليه او اسأل عنه وهكذا رأينا ان تحرير معنى البدعة امر مهم للغاية امر مهم في ديانتنا في معرفة حلالنا وحرامنا في بناء في بناء معيارنا للقبول وللرفض في بناء عقلية مؤمنة مسلمة لا تتلاعب بها الاهواء ولا يستطيع احد ان يتلاعب معها تحديد معنى البدعة وانها ما كرت على اصل شرعي بالبطلان وان من احدث في امرنا هذا فهو رد لكن من احدث شيئا وكان منه فهو سنة متبعة من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين فمن سن المولد النبوي كالملك المظفر وكابن دحيا وابن حجر العسقلاني والسيوطي ونحهم لهم اجرهم واجر من اتبع هذا الاحتفال والفرح وادخال الصرور على قلوب الناس فرحة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين ومن سن سنة سيئة وهي البدعة فعليه وزرها ويوزر من اتبعها الى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اولئك الاولين الذين اذا انشأوا انشأوا سنة حسنة تتبع فتنفع وتصلح وتضرأ الفساد وتجعل الانسان المسلم يعيش عصره ويخدم مصره نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح عمالنا موسيقى موسيقى موسيقى